أهلا بكم مرة أخرى عزيزية مشاهدين و طبعا معنا في فقرتنا الحوارية واحد من نجوم القرى المصرية كابتن النادي الأهلي و كابتن مصر والنجم الكبير الكابتن مصطفى يونس أهلا بكبتن مصطفى أهلا مهيب و حية أخبارك إيه اابانا يخليك حاجات كده بتطلع لساناك كتير كده أم موجع اسألك تقول إلا ما قلتش حقيق لا ما مندع كثير هى ما هم هيولعوا الدنيا أزاي وانا انت بتعلم وكل المشاهدين يعلموا ان انا عند الجرأة ان اقول قلت اه طبعا ولو غلط هعتذر انا عارف زي ما انت عتعاودت مني طبعا لكن الناس بتحب تصطاد تحب تعمل تسبنسي يعني تسبنسي تحب تولع الدنيا معك انت اه ما انت بتقول كلام دا لو حد ما بيتكلمش بالزبط بتقول كل حاجة لكن كبر دماغك انا بكبر دماغك احداث كتيرة النهاردة يعني انا بس قبل ما نتكلم انا عايز اعلق على الاخ ممضوح عيد اللي دخل معك المكلمة اه انا شخصيا مش عارف هو عاوز ايه يعني ما احترام الشديد ليه راجل مسؤول وراجل اه بيشتغل في بيراميدز او المدير التنفيذي لما نقول مصر محدش تتكلم لما نقول منتخب مصر هو مين ما يعرفش في مصر ان اول مرة في تاريخ الكرة نادي لسه عمره سنتين بيتاخذ منه اربع خمس لعيبة ده سبعة ده في حد ذاته مهيب نجاح نجاح كبير جدا وانت عارف يحسب لمين يعني انت عارف يحسب لمين طبعا للمسؤولين اللي قبل كده اه طبعا طبعا مع المستشار اه طبعا عمل منظومة كبيرة في بيراميدز انا لسه ايلي الكلام ده ودي نتا يجهى على فكرة انا لسه ايلي الكلام ده النهار اه ان عمل حالة في مصر نفسنا يبقى فارتين تلتة كده كم من الموضوع عشان نخلش فالاخ ممضوع عيد لما نقول منتخب مصر وبعدين هو كمان بيقولك ده جاي من يومين هو مش مكتوف في الجرائد المعسكر امتى واللعابة مين اللي مختارينه والتدريف فين والمعسكر فين وبعدين الفاكس اللي بيجي فيه معايد ازاي توصل لمنتخبك او معسكرك فانا اعتقد ان خانه التوفيق انا عايز اقولك منتخب عيد صديق وشخصيات المحترمة جدا اكيد اكيد طبعا وراجل على المستوى الشخصي مؤدب جدا ومحترم جدا لكن احنا بنتكلم على مصر بس هو معصب لا انا يعني هو بتكلمك معصب انا بس انما جبتي سلة اجيري اتعصب ليه ما هو كان وكيل اجيري تبقوا ايه المشكلة يعني برضو ما فيهش مشكلة وبعدين انا بتكلم عن منتخب مصر هو قال لي جملة قال لي الفاكس جالي من يومين طب هو النهاردة ايه يا كابتن مصطفى النهاردة الثلاث اول تجمع لمنتخبنا النهاردة لا السؤال التاني يا بوفس هو الفاكسات مش طاحت للنفس الاندية زي ما انت ما قلت في نفس المعاد ولا راح يتقابليها بيومين ثلاثة بزبط لكن انا بحقي حسام البدر الحقيقة للقرار اللي اخده وده مؤشر جيد لحسام والجهاز المنتخب وبركات مصر فوق الجميع مصر فوق اي حد وبعدين لو انا بلف وادور عشان خاطر مصر كل انا بلف وادور عشان خاطر مصر وحنلف وعشان خاطر مصر وارجو يكون استوعب والله انا ما فيه في نياتي اي حاجة خالص انا كل اللي بقولهوله ان كل اللعيبة دلوقتي موجودة في معسكر منتخبنا الوطني ينفع يبقى فيه سبع لعيبة ما انضموش طب ليه ده قرار جريء من حسام ولا مش جريء بيقولي اسأل المنتخب منتخب مال المنتخب بعطلك واللعيبة قريدي في المنتخب مش في المنتخب بعطلك لكن ان شاء الله تعدي على خير ويبقوا لعبتنا ونجمنا بتوعبيرها مزي موجودين لان عندهم لعبة كويسة اوي 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 وده اضافة كبيرة جدا وده اضافة كبيرة جدا لمنتخب وثم هم دلوقتي على قمة الدولة دلوقتي النهار ده هم طيب ان شاء الله كل التوفيق لك كل التوفيق على ارساء الانضباط ايا كانت النتائج اشتركوا في القناة